وقد اجتمع معالية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم مع معالية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بحضور معالية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع تم استعراض المسار المتميز للعلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتسم به من رقي وازدهار على المستويات كافة والتأكيد على التشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين إزاء كافة القضايا وفي مختلف المحافل الدولية كما تم تبادل وجهة النظر حول سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتباحث إذا أهم التطورات والمستجدات في المنطقة ودعم المساعر الرامية لتعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر